اسمح لي أخد صف الأستاذ علي بما أنه مش موجود معنا دلوقتي فضل وأقول لحضرتك يا دكتور طيب ما هو بيسوق بعض الشوهات اللي ممكن تكون مقبولة عقليا فضل تمام كده زي على سبيل المثال ازاي بالعمية المصرية كده أو كيف لرجل صالح وهذا وارد يدفن مع آخر سيء يعني واحد عمله كويس مع واحد عمله سيء وبعدين في الآخر هذا ينعم وهذا يعذب وكلاهما في قبر واحد مثلا طيب هذه من ضمن الشوهات التي حدث عنها القبر أنا قررتها لكثيرين مش ليه علي كلتهم بيقولوا ايه القبر قد كده فيه صالح وطالح انت بتقول الصالح ده مد البصر نور في القبر بتاعه وهالقبر قد كده مد البصر فيه مد بصر يهو شوف مر ما قد ايه النقطة الثانية بتقول مفتوح علي بب من أبو بالجنة والثاني انت بزاي هما الاتنين في قبر واحد وتقول ده لا يشعر بهذا وهذا واضافة الى ذلك ايضا واسف للمقاطعة مرة اخرى حدث الكيفية ولا اتماقل عذب للروح لا وبتقول لي ان الصالح ده لا يشعر باللي بتعزب جنبه ولا اللي بتعزب يشعر باللي بتمتع جنبه خلي بالك معي فضل انا عايز الناس عشان ما يقولوش ده درواشة برضو ديني لا انا اشتغلك بالعقل بس انا عايز الكل يركز معي جدا وبالذات اللي بيتابعه الأستاذ عليكيان فضل واللي بتابعه كل المخالفين بقولهم يا جماعة تعالوا اصل شيء واحد لما قم يقولوا عذاب القبر ونعيمه على البدن والروح ولا على الروح فقط طبعا بالنسبة لي علماء السلف منهم من قال على الروح والبدن ومنهم من قال على الروح فقط يعني معا بعضهم قال يصيب البدن بعض ما يصيب الروح كذا الى خير لكن الصواب في المسألة ان العذاب والنعيم انما هو للروح انما هو للروح عشان نأصل مع بعض وخلي بقى الامر في دنيانا كعذاب ونعيم يختلف عن البرزخ ازاي دكتور محمد فضل في دنيانا الانسان يعذب وينعم ببدنه وروحه بمعنى هجيب واحد الوقت وهنزل عليه ضرب وتعذيب اقول لي اللي تعذب فيه مين البدن ولا الروح البدن والروح هجيب واحد ومتعه وادله اموال وادله قصور اللي اتنعم عنده البدن ولا الروح الاتنين يبقى ده في حال الدنيا تعالى بقى بالنسبة بقى لعالم البرزخ لا العذاب والنعيم انما هو للروح لان الجسد بتاعنا ده دكتور محمد شيء متغير الانسان ما يتولى الرضيع جسده يختلف عنه طفل جسده يختلف عنه فتى جسده يختلف عنه شاب جسده يختلف عنه كهل كبير جسده بعد كده بيأفنى وتأكله والطرع نعم خلي بالك بزاي وده شيء متغير اما الروح فيه موجودة وباقية خلت لحظك ازاي ولذلك يتسرف البدن كسران النار في الهشين يرى ويسمع ويتحرك الى اخر هذه الامور انا عايز نمشي نقطة نقطة عشان حاجة يقول لي انني خاركت اهفوة طيب اما جا اقولك بقى اذا النعيم والعذاب انما هو للروح في القبر هتقول لي طيب يبقى لتنين ازاي زي ما الدكتور محمد شاعد بيقولك في قبر واحد ده بيت نعم ولا بتعذب ولا ده حاس ولا حاس وازاي مد البصر وكان اقول لك بالراحة معي تماما احنا عايزين نتفق على شيء انا هجيب واحد انايمه جنب الاخر واحد طلع روحه والتاني سعيد اوي والدنيا مشي معا ده نايم يحلم واللي جنبه نايم يحلم الاثنين في حلم يا دكتور محمد الاولان بيحلم بانه البرصة بتاعته جابت له كم مليون وان القصر بتاعته بقت ادي كذا والاموال ادي كذا وانه جات له كمان عروسة زيادة جميلة جدا انا عاولو حدي يفكر انا عندي كلام من ده المهم واللي عنده قاعد يحلم بقى بمتاع وانه راح فيهنا وانه راح سويسرة وانه راح كيت ويتفسح هنا وانه قاعد يتمتع معي؟ ده نايمه هو وده الثاني نايم بجواري مباشرة ايه الثاني بقى؟ له لقيه اه 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 مستديش دنلي عليك ليه؟ اه 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 alo بريدين يضربوه وكيت وكلام ده ده قاعد المحطراما ويتعذب واللي قاعد يتنعم والاثنين ايه خلي بالك؟ مين جم lot اللي قاعد يتنعم ده قاعد يروح القسور واقعد يروح فيننه واقعد يروح أستراليا واه نائم خدت بالحضرك ازا介 واقعد يروح واقعد يروح والثاني قاعد يروح السنين وكيت 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 وما الاثنين في مكان قده كده خدت بالحضراتك ازاي أنا بقرب بقرب ده قاعد في نعيم ومع ذلك لما بيصحوا بيستشعروا الأثر تماما اللي قام في نعيم ده بستشعروا الأثر مبسوط والتاني ده ممكن يكون بينهجي يعني لو كان بيجروا لحد مش بينك بس ولو شاف حده ده ممكن يلقوا أي شيء خدتها لحظانك إزاي والاثنين برجع أقول لك في مكان قد كده وده صحف بلاد الله وده صحف السجون وبلاد الله خلي بالك معي ده كان في نعيم وده كان في عثم تعالى بقى بالنسبة بقى للقبر يا دكتور محمد احنا قلنا للروح الروح دي يا نما أتكلم عنها ما تخيلش البدن أصل البدن ده إيه البدن ده دكتور محمد حابس للروح مقيد له مقيد له بدليل يا دكتور محمد إما نيجي نقولك الروح من الجن الجن من جنة شيء فاستطر الجن دي يقولك إيه ده بيعد من الحيط ليه لأن مادة الروح هذه خفيفة جدا يعني تمر من مسام هذا الشيء ليس على كثفة لا تؤثر كثفة لا تؤثر فايا للقدر ولا للحواجد تقولك روح أمريكا وجه اللحظة دي كيت ده عد من الجبال واخترك كيت لأنها روح الملك أعظم من ذلك الملك نزل من السمة بواحي للنبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر هذه الأمور طيب إما قلت بقى روح الإنسان لما تحررت من بدنه هي أسرع من الجن كيت إلى آخر هذه الأمور لأنها روح روح إنسان هي أقوى من روح الجن خرجت من سيطرت الكثافة خرجت من سيطرت إلى الانطلاق بقى بدليل في عالم الأحلام خذت لحضرتك زي تعال معايا وأرجع للدليل للشرع هل ممكن تزاور الأحياء والأموات مناما؟ نعم الله يتوفى الأنفس حينما حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل المسام خلاص ربنا بيسمح للروح دي تيجي للإنسان الحي في منام تيجي تتقابل معاه ويكلام مع بعضه وكلام دا كله وعشان دا ما يقومش يتفزع لو أن الإنسان الحي لو شافها يوم ربنا يعمل إياه مولانا؟ فيرسل لا يمسك كلها يخضع عليها الموت يرجعها ما كان في البرزخ ويرسل للأخرى سيبق كامل حياتها إلى أجل المسام يعني شوف جات من الملقبر حتى لو هي مدفونة في أمريكا لو مدفونة في لمح البصر خطرها في الروح قفيفة جدا كذلك في القبر يا دكتور محمد هذه الروح بجوار الروح احنا قلنا بقى سبك بقى من الجدر اللي اتعملت والمسام والقبر هذه لا تؤثر بالنسبة للروح ليه؟ لأن احنا قلنا هي أخف من ذلك هي أخف فكأن الطنة مش موجود ودربنا مثال بإثنين نايمين جن ببعض يعني المضوع لأ أنا أقول لك في القبر الروح بالنسبة للجدر وهذه لا تؤثر مع الطلاق لأنها أخف منها يبقى كأنها ما احترمه إذن كان يقول لك فنظرت في قبره فرأيت نورا مدى البصر فرأيت نورا مدى البصر ليه؟ ليه؟ لأن مثل هاي ما فيش حواجز فبما أن اتفقنا بسبب الخفية هذه إن ما فيش حواجز بالنسبة ليه هذا الذي يعذب وهذا ينعم بينتلك إن ده جنب ده ده بيتعذب ولا يشعر بهذا وهذا ينعم ولا يشعر بهذا هتقول لي بقى إن يصل المكان بينتلك إن الكسافة هنا بالروح أخف من هذه الكسافة ولذلك لا حواجز ولا جذر بالنسبة لهذا يعني الأمور واضحة وكمان ضربنا أمثلها طيب يا دكتور محمد في نقطة تانية مهمة جدا 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 وأنا عايز أأكدها في الحتة دي اللي أنا عايز أأكده أنا لو دخلت الوقتي على إنسان ميت تمام الميت ده يعني كان متعوس وتعيس ونزل عليه كل المصطلحات وعدت الله بشرك أنا جايب لك مليون وجايب لك كيت وكسبت كيت ودنك بقى كذا إلى آخر هذه الأموم فيتأثر لا خلي بالك من دي طيب قعدت أقول له ده أنا عايزي مني لك الأصر الجديد كيت هالي هتأثر لا أبدا ورحت المجرم كان ظالم وسفاح وبيبيت الناس إلى آخره ورحت رؤيت طوله ما هشوف بقى وريك أنا هزجينك ولا يتأثر ولا يشيء على الإطلاق هعذيبك وانزل عليه بالضرب ولا يتأثر ذلك على الإطلاق لأن مدار التعذيب ومدار النعيم هنا بيبقى بعد فرق الروح للبدن على إيه على الروح نعم لأنه لو كان على البدن يا دكتور محمد كان استشعر استشعر شيء حقيقة دكتور على الأل اللي بتسهم حرق جسمه رضا إنما أبدا على الإطلاق ولذلك أنا بقوله عشان اللي يتعصب ويرد عليها بيقول بعض السلف ده كذا وكذا أنا بديت بالدليل وبالتالي لو عذب البدن في القبر أو نال شيء من عذاب الروح خلاص بالطبط هي دي تعال بقى يتنقل لي شبهة خاطرة جدا يا دكتور محمد يقول لك إيه أصلي دقيا يا عمي أنت بتقولي عذاب قبر وما نشعر في إيه ونعيم قبر ده في الأخرة في الأخرة نعم هسقط النعيم علي إيه بقى أنت بتقولي ده الروح بس ترجمة نانسي قنقر